هي الدقائق الأخيرة قبل الوصول إلى رأس هرام تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد أشهر من البحث والتقصي تحسن البغدادي داخل مجمع ذي أسوار مرتفعة في شمال غرب سوريا حيث تمت محاصرته ولكن قبل الدخول إلى المجمع قامت المروحية الأمريكية بغارة جوية على مجموعة من المقاتلين الذين يرجحوا أنهم من أتباعه عندما وصلت قواتنا المهاجمة للهدف واجهنا إطلاق نار دعونا المقيمين داخل المجمع السكني إلى إخلاء المجمع حيث غادر أحد عشر طفلا وقتل خمس من مسلحي داعش لم يستجيبوا للنداء لاحقا انتشر الجنود الأمريكيون داخل المجمع وجها لوجه مع الجنود زحف البغدادي نحو نفق بينما بقي بقيات المسلحين معه على الأرض عندما دخل النفق مع طفلين صغيرين قد يكون أطلق النار بحسب رواية قائد القيادة المركزية العسكرية الأمريكية ماكينزي الذي أضاف أن أربع نساء ورجل قتلوا في المجمع إنه لا أمر جيد لأمريكا أن البغدادي قد رحل ولكن من الواضح أن داعش لم ينتهي بعد وعلى الإدارة أن تتأكدنا الحراس المفوضة على معتقلي داعش وملاحقة الذين فروا سوي المجمع الذي كان يتحصن به البغدادي بالأرض صار شبيها بموقف سيارات مليء بالحفر ربما إشارة للفضائع التي تركها تنظيم داعش في كل مكان حط فيه رحالة في حين دفن البغدادي في البحر وفقا لقوانين النزاعات المسلحة ولكي لا يصبح قبره مزارا لمن يحملون فكرة أو من يوصفون بقنابل داعش الموقوتة ترجمة نانسي قنقر